اشتركوا في القناة لما نحب نتطمن على نفسنا وهو التحليل HBS Antigen وده بيكشف جزء من الفيروس موجود على سطح الفيروس هذا التحليل بنعمله اما يطلع ايجابي اما يطلع سلبي وقلتلكوا لو طلع ايجابي يعني الانسان مصاب ولازم يعمل تحليل اخرى عشان يعرف حالته ويتابع اما لو طلع سلبي فممكن يكتفي بكده او يكمل لو عايز يعرف انه عنده منع ولا يكمل بانه يعمل تحليل اسمه HBS Antibody هذا التحليل لو طلع ايجابي معناها انه عنده مناعة لو طلع سلبي معناها انه ما عندهوش مناعة لو ما عندهوش مناعة يعني لازم يروح يتطعم وقلنا ان التطعيم تلت تطعيمات جرعة اولى وبعد شهر جرعة تانية وبعد ست شهر الجرعة التالتة النهاردة بنتكلم في الجزء التاني من تحليل الكبد الوبائي بي لو التحليل بتاع ال HBS انتج انطلع ايجابي نعمل ايه معلش الموضوع شوية صعب حتى على الاطباء غير المتخصصين فركزوا في الفيديو الى نهايته وان شاء الله بالرغم انه هيكون صعب الا ان في النهاية هتديكم ملخص زي الجدول اللي انتو شايفينه ده بحيث يخلي الموضوع سهل جدا لأي واحد يفهم فاستمروا معايا في مشاهدة الفيديو الى اخره عشان تشوفوا الملخص الاخير اللي فيه الخلاصة اللي اي واحد عادي ممكن يفهمها بشكل جيد جدا فخليكوا معايا وتابعوا معايا في الفيديو اللي فات شرحنا تحليل الكبد الوبائي بيه وقلنا بنبتدي بتحليل اسمه هباطايتس اس انتجين وبناء على النتيجة نشوف هنعمل ايه لو النتيجة كانت سلبي خلاص لحد كده يبقى انت سليم ومش محتاج تعمل حاجة تانية الا لو عايز تعرف عندك مناعة ولا لا والمفروض تعرف عندك مناعة ولا لا لان لو ما عندكش مناعة المفروض تروح تطع النتيجة طلعت سلبي بتاع الهباطايتس اس انتجين منعمل تحليل اسمه هباطايتس اتش بي اس انتي بودي هذا التحليل قولنا إما يطلع سلبي يطلع إيجابي إذا طلع سلبي معناها أنه ما عندكش مناعة خالص لازم تروح تطعم ولو طلع إيجابي معناها أنه عندك مناعة في الفيديو بتاع النهاردة الجزء الثاني من تحليل الكبد الوبائي B هنشوف تعمل إيه لو الهيباطايتس الـ HBS Antigen ده طلع إيجابي معناها أنه عندك العدوى لو طلع إيجابي لازم بتعمل تحليل أخرى عشان تعرف هل أنت في الحالة الحادة الأكيوت فيز اللي احتمالت طبعا تتحسن ولا أنت بقيت في المرحلة أو الحالة المزمنة اللي هي Chronic Phase عشان نعرف ده من ده بنعمل مجموعة من التحليل وبالنظر إلى نتائج هذه التحليل بنقدر نفهم هل أنت في المرحلة المزمنة ولا أنت في المرحلة الحادة اللي في الأول طيب واحد يسأل يقول تفرق إيه إن أنا أعرف إن أنا في المرحلة الحادة ولا المرحلة المزمنة لا تفرق كتير لأن أنت لو كنت في المرحلة الحادة فليها علاج معين بتاخده وتتحسن إنما المرحلة المزمنة معناها إن أنت ربما تحتاج إنك تتابع فطرة طويلة جدا 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 إلى إن ربنا يساعدنا ونقدر نطلع أو نكتشف علاج قطعي للمرض لو أنت في المرحلة الحادة بتطمئن إنك أنت لسه واخد العدوى قريب وعندك احتمال 85% إنك تخف زي كتير من الناس ما بتخف وكل اللي عليك إنك تاخد راحة تامة وإنك أنت هتاكل أكل مغازيات من شربة خضار ومسلوء وتاخد فيتامينات وهذه الأمور التي تدعم الصحة بصفة عامة وترفع المناعة وتبقى متطمن إن في احتمال كبير قوي تخف وتتحسن لكن المرحلة المزمنة تبتدي تأهل نفسك إن أنت هتتعايش مع هذا المرض ومحتاج تعمل بقى تحليل زي البي سي آر وتتابع مع أخصائي كبد عشان تاخد العلاجات المناسبة وتستمر عليها فإذن مهم جدا تعرف أنت في المرحلة الحادة أكيوت فيز ولا في المرحلة المزمنة وبالإنجليز بنقول أكيوت هباطايتس بي والتانية بنقول كرونيك هباطايتس بي ده اللي بقى هيكون الفيديو بتاع النهاردة والتفاصيل بتاعته هاشرح لكم دلوقتي فخليكم معايا دلوقتي ياريت تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو واللي مش مشترك يشترك في القناة ويفعل الجراز عشان تجيلكوا الاختراض بالفيديوهات الجديدة أول بأول مجموعة التحاليل زي مواضحة كده قصاتكم في الجدول هتساعدني إن أنا أعرف هل أنا فيه كمصاب الكابد الوبائبي في المرحلة الحادة ولا فيه المرحلة المزمنة المرحلة الحادة المحاطة بالجدول اللاحمر ده واللي تحتيها على طول المرحلة المزمنة المرحلة الحادة لما بنعرفها بنقدر نعرف أنت في أني مرحلة من المحدة هل أنت يدوب لسه مصاب بالمرض حديثا ولا أنت حاليا في وسط المرض ولا أنت مصاب بالمرض وفي مرحلة الشفاء خلاص بتتعافى يبقى دول ثلاث مراحل للمرحلة الحادة بس قبل ما نميز هذه الحاجات عايزين نقول إن في جميع الحالات الهيباتيتس اس انتجين بيبقى إيجابي اللي هو في العمود على إيدي الشمال لو كان نيجاتيف يبقى ليه معنى لو كان نيجاتيف يبقى له معنى والفرق ما بين المرحلة الحادة اللي هو محاطب الأحمر والمرحلة الكرونيك هي في حاجة واحدة هي وجود مضاد اسمه HBC من النوع IGM ده اللي يفرق ما بين الكرونيك والحدة الكرونيك بيبقى فيه الآي جي جي والحدة بيبقى فيه الآي جي أم الـ HBC الـ HBC دلوقتي ممكن نكبر الجدول ده شوية عشان نتكلم عليه بالتفصيل اتفقنا إن الهيباتيتس اس انتجين في حالات المرض سيان في المرحلة الحادة أو المرحلة الكرونيك المزمنة بيكون إيجابي إلا في حالة واحدة اللي هي التالتة في الحالات الحادة لما يكون المريض بيتعافى خلاص ماشي لما يكون المريض بيتعافى طبعاً بيبتدي الأنتجين ده يختفي تدريجياً لحد ما يختفي خالص فهو بيبقى إيجابي في الحالات الحادة وإيجابي برضو في الحالات المزمنة فإذا نفرق ده من ده ازاي بتحليل اسمه هباتيتس HBC Antibody C معناها الكابسيد أو الكور وده جزء من الفيروس هذا التحليل النوع ال-IgM ال-IgM لو الناس معايا متابعة أي مضاد IgM يدل على عدوة حديثة يعني يدل على إن المرض موجود حتى الناس اللي متابعين حالات كوفيد والقصص اللي بتتقال والأخبار في تحليل المضاد بتاع كوفيد بيقولوا إن لو لقينا ال-IgM يبقى إذن المريض ده في حالة مرض مازال مريض لكن لو لقينا نوع تاني اللي هو AGG يبقى إذن هذا المريض تعافى وتكونت عنده ال-Ig فإذن اللي بيفرق ما بين الأكيوت والكرونيك المضاد بتاع السي اللي من نوع IgM ففي الكرونيك في حالة واحدة برضو بيبقى مختفل لسه ما ظهرش لما يكون لسه المريض بادئ بادئ المرض بيبقى ظهر عنده الأنتجين بس ما ظهرش عنده حاجة تانية الحالة الوحيدة اللي فيها الأنتجين فقط هو الإيجابي لو كانت العدوى في أولها لسه واخد العدوى لكن لما يبقى استقر الفيروس بيبقى ده إيجابي ال-IgM إيجابي لما المزمن هتلاقوه سلبي يبقى إذن اللي هنفرق ما بين العدوى المزمنة والحدة بيوجود ال-IgM بتاع السي HBC анتيبودي نوع ال-IgM زي ما قلنا في الأكيوت في الحالة الأكيوت اللي بتتحسن والحالة الأكيوت اللي بتتعافى اللي بتتعافى ديت قلنا الإس ما بيبقاش موجود لإنه بيبقى خلاص بيبتدي يختفي وهنا اللي لسه جديد بيبقى المضادات لسه ما تكونتش في الفيروس بس المضادات ما تكونتش بالدرجة اللي إحنا نقدر نكتشفها بالتحليل النقطتين دول اللي هو المرض بدري والحالات المتعافية عادة عادة ما بيحصلش فيها تحليل واحد بيبقى عنده دور زي الإنفلونزا مع سخونة وكذا كذا ما بيروحش يعمل تحليل كبد وباقي على طول يعني بياخد علاجات للسخونية والأعراض اللي عنده لمدة أسبوع ولا حاجة ولما ما بيتحسنش بيبتدوا يشكوا في كبد وباقي وبيبتدي يعملوا التحليل بيكون هو دخل في هذه المرحلة الأكيوت يبقى معظم التحليل في الأكيوت بتبقى موجودة في هذه المرحلة اللي لما يكون الحالة الحادة موجودة واستقرت على إنه حالة حادة هنلاقي بقى فيه إيه؟ هنلاقي الهيباطايتس اس أنتجن إيجابي ماشي ده متفقين عليه وهنلاقي الـ IgM إيجابي؟ طب إيه ده؟ التحليل ده اللي هو الهيباطايتسي أنتبودي إيه الإجمالي يعني المكون من IgG و IgM ده الإجمالي فلو الـ IgM موجود أكيد الإجمالي أما نجي نعمل التحليل بتاع الإجمالي هتطلع موجود لأن فيه من ضمنه IgM فإذا لما نكون في حالة المرض الحادة بنلاقي الأنتجن موجود والإجمالي بتاع السيه المضاد بتاع السيه موجود والـ IgM بتاع السيه موجود نجي بقى نبص للكرونيك يكون في الكرونيك يكون الـ IgM ده إيه؟ اختفى طبعاً الـ S قلنا موجود على طول ده ما بيروحش ما بيروحش أبداً إلا في الأكيوت اللي بتاعف يبقى إذن في الكرونيك الـ S نلاقي إيجابي الـ M اختفى وظهر مين؟ وظهر الـ G فيبقى إذن الإجمالي موجود الإجمالي موجود ماشي يبقى إذن ده الفرق ما بين الحالة الحادة والحالة المزمنة الحالة الحادة بيبقى فيها IgM والحالة المزمنة بيبقاش فيها IgM وفي الحالتين الإجمالي بيبقى موجود المضاد الإجمالي بيبقى موجود طب في حالة بقى بتحصل أحيانا يلاقي الإجمالي موجود ومفيش حاجة تانية خالص إيه ده بقى الإجمالي ده بيبقى موجود ومفيش حاجة تانية احتمال بيحتاج ده طبعا ده بيحير الأطباء لو جات حالة بهذه الشكل ليه احتمالات يما التحليل غلط فبنعيده بس لو عدناه وطلع زي ماهو برضو إيجابي بقى إيه يبقى معناها أن ممكن يكون عدوى وتحسنت زي دي بس إيه بقى اتحسنت بس إيه اتحسنت بدرجة كبيرة بحيث اختفى الأم ماشي يعني الحالة ديه مرض حدوى تحسن لما يخش يا طعام تزيد درجة التحسن ده بيختفي اللي هو الأم خالص يختفي خالص فتبقى هذه الحالة إيه كمان لو حالة مزمنة زي دي كورونيك انفكشن زي ده ماشي بس مستوى الفيروس ضعيف جدا جدا بحيث ما بنلاقيش الأنتجم يبقى إذن لو لقينا فقط الإجمال بتاع الأنتبودي سي هو الإيجابي ده معناه يا إما فولس نتيجة خطأ وبنعيد التحليل فلو عدناه تلعزم هو يبقى في احتمالين يا إما ده كان مريض سابق وتحسن ماشي يا إما ده مريض في حالة مزمنة بس مستوى العدوى ضعيف جدا جدا بحيث ان احنا مش لقين الفيروس بنعمل ايه بنعيده تاني بنقعد نعيده تاني كل شهرين او كل تلاتة لحد دمت بنلنا ايه الحقيقة في الحياة العملية ايه الوضع اللي بنشوفه او ايه الحالات اللي بنشوفها ديت عادة ما بنشوفهاش كتير لأنه قلنا عما العيان يبتدي يبحث عن سبب للمشكلة اللي فيه بيكون دخل في مرحلة الاكيوت المستقر ودي برضو مرحلة الشفاء ما بنشوفهاش كتير لأن بيبقى العيان بيتحسن وخلاص ارتاح نفسيا وبيتحسن يبقى ايزا اللي بنشوفهم الحالة ديت والحالة ديت المزمن دول الحالتين اللي بنشوفهم في دول الحالتين اللي بنشوفهم او الوضعين اللي بنشوفهم في حياتنا العملية ده بتبقى الحالة بتاعت الحالة الحادة المرض الحاد ودي الحالة المزمنة ده اللي ايه دوت الوضع اللي احنا بنشوفه في حياتنا العملية تقريبا في 90% من الحالات فالأكيوت انفكشن بيبقى فيها نوع المضاد الـ IgM HBC Antibody IgM وما بيبقاش موجود في الكورونيك وفي الحالتين بيبقى في الهيباتاتيس اس انتج موجود في جميع الحالات اللي اتنين بيبقى موجود بهذا الشكل والمضاد الاجمالي بتاع الـ HBC Antibody الاجمالي بيبقى موجود والفرق الوحيد هو الـ IgM جينا بقى نشوف ايه خلاصة الموضوع كله ملخص للفيديو الاولاني الجزء الاولاني والجزء التاني مع بعض في الرسم اللي انتوا شايفينا اهوت عندنا الكبد الوبائي بنعمله تحليل اسمه هباطايتس اس انتجين لو طلع ايجابي زي اللي على الشمال بنمشي في السكة دي ولو طلع سلبي بنمشي في السكة دي خلينا نبتدي بالسلبي لو طلع سلبي معناها انك انت سليم بس عايز تعرف عندك مناعة ولا لا بتعمل تحليل تاني اسمه هباطايتس BS Antibody لو طلع سلبي يبقى ما عندكش مناعة ولازم تروح تطعم ولو طلع ايجابي يبقى عندك مناعة هذه المناعة ربما حصلت عليها من عدوى سابقة وخفيت او ربما كنت متطعم زمان وحاليا انت ظهر عندك المناعة بتاعت الهباطايتس BS Antibody فانت ليه ايجابي ماشي يبقى اللي عنده مناعة بيبقى الهباطايتس اس انتجين سلبي والهباطايتس اس والHBS Antibody ايجابي نيجي بقى على الهباطايتس اس انتجين لو طلع ايجابي نعمل ايه بنعمل بنضيفه على التحليل تحليل اسمه HBC Antibody Total و HBC Antibody IgM فقط فتطلع النتيجة زي ما انتم شايفين في الجدول للقصاتكم لو الحالة اكيوت طبعا حالة اكيوت او كورونيك الهباطايتس اس انتجين بوستف من البداية واحنا فاهمين كده كويس والاتنين التوتل بتاعهم بوستف برضو ماشي الفارق الوحيد في الIgM الIgM لو كان ايجابي يبقى ده اكيوت لو كان سلبي يبقى ده كورونيك ده كده ملخص الموضوع ده كله اللي انت تقدر تفهمه بسهولة بكده خطينا موضوع تحليل الكابد الوبائي به وعرفنا لو بنبتدي بانه تحليل ولو التحليل اللي هو هيباطايتس اس انتجين اللي هو HBS انتجين طلع سلبي نعمل ايه ولو طلع ايجابي نعمل ايه وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته